ازايكم عاملين ايه? ده اختبار جديد للمشتريكين معي في كورس البورتريم بداية الاحتراف. كل مرة بيبهروني بصراحة بمستويهم ما شاء الله عليهم. آآ بعت لهم الصورة دي عشان يبدأوا يرسموها. المستويات ما شاء الله بتقدم. مش كل الناس طبعا بتتابع. لكن آآ الناس اللي بتتابع معي ومشيين معي باستمرار. وبيطبقوا الدرس بدرس. آآ مستوهم لا اتغير خالص وبرق خالص عن اول درس او عن حتى البورتريم اللي فات. كل مرة بناخد حاجة جديدة بتزيد البورتريم بتاعنا اكتر واقعية واكتر جمال. ان شاء الله انا متوقع لهم انهم هيوصلوا المستوى حلو قوي قوي ان شاء الله. احلى حاجة كمان ان كل واحد فيهم بيرسم بشخصيته. الفنية المخصوصة بتاعته. محدش آآ متقيد قوي بانه هو يقلد حد او انه هو آآ يبقى كله زي بعضه. لا او كل شخص فيهم. ما شاء الله عنده شخصية فنية مستقلة. آآ بيرسم بطريقته او برؤيته الفنية اللي هو شايفه. وده الصح. مش الصح انه يبقى كله نسخ من بعضه. لا الصح انه كل واحد بيرسم بشخصيته بيرسم برؤيته. كل واحد فينا بيشوف الشكل او حتى البورتريم او اي شكل بيرسمه بيشوفه من وقت نظره هو. عشان كده مش دايما الشبه بيطلع معنا مزبوط. دايما روح الفنان بتبقى جوه الرسمة اللي هو بيرسمها وده بيغير تفاصيلها اللي شايفها كل الناس. وده اللي بيميز كل فنان عن فنان تاني. فدي من الحاجات المهمة قوي لان انا بشوف ناس بتتدايق ان هي مش قادرة تطلع على شبه مزبوط او مش طالع بالزبط زي الصورة. مش 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 المطلوب ان احنا نطلع نسخة من الصورة. ده مش فن. دي اسمها حرفية. احنا مش مش حرفيين او مش آآ شغالين في ورشة او لا احنا فنانين. فالفنان لازم بيحط باصمته بيحط آآ شخصيته في الحاجة اللي هو بيعملها. هتمنى كمان ان انت بقى تشجعوهم معي وتشوفوا شغولهم. ويتسيبولهم في التعليقات كلمة حلوة تشجعوهم على الاستمرار. متوقع ان شاء الله في نهاية الكورس ان هو المستوى كمان هيبقى احلى من كده كتير. ام. وانا شخصيا بشكرهم وبتمنى ان هم يكونوا استفادوا فعلا من الكورس بتاعنا. وان هما يكونوا ببسطوا بيو استمتعوا. وان هما فعلا يكونوا تعلموا حاجة وان اقدر تنقلهم. ولو جزء من خبرتي للمتواضعة. ام. اشوفكم في جهات تانية كتير وتطبيقات تانية كتير على خير. وما تنسوش بقى اللي مش هعمل سابسكريب للقناة. يعمل وفعالوا الجرس عشان نستطيعكم كل جديد.